ونحن أناس لا توسط عندنا لن الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسن ألم يغلئ المهرون أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج بوليغراف والتي نفند فيها الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بخصوص العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة من المهن التي انقرضت في الدول العربية مهنة المكاري ومن غرائب الأمور أنها احتفظت باسمها الفصيح كما هو دون تغيير إلى أن انقرضت والمكاري اسم الفاعل من كاريتو وهو الشخص الذي يمتلك حمارا ويؤجره لنقل المتاع وكان مضربا للأمثال فقالوا في وصف الفاشل والأكثر فشلا كحماري المكاري وأصل المثل أنهم سألوا مكاريا لديه حمارا أيهما شر فقال هذا ثم هذا أو ربما هذا ثم هذا ويبدو أن المشرفة أو القائمة على اللجان إلكترونية المتصهنة مكارن من الجدد ولا أدل على ذلك من نشر تلك الحسابات لصورة مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح وهو يصافح رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة يحيى سنوار مع منشور يقول مراسل قناة الجزيرة القطرية والدحدوح ليس مجرد مراسل صحفي فقط بل هو الرابط الذي يربط حماس على الميدان بقطر والإعلام القطري هو عضو في تنظيم حماس الإرهابي لكنه يضع سترة صحفي طبعا كما تقول هذه الحسابات من حساب العلامة أبو الإيمان أهل مبروك كفر الله إيمانك أبو الإيمان بعض الحسابات نشرت صورة مع الإدعاء بأن الدحدوح دائما ما يلتقي كبار القادة العسكريين لحماس زاعمة بأن صورة تظهر السنوار عندما كان يحتفل بعملية طفان الأقصى بوجود الدحدوح أصل هذه المزاعم هو شائعات باللغة العبرية موجهة للاستهلاك المحلي أي للتضليل في الشارع الإسرائيلي وكانت الحسابات الإسرائيلية قد أطلقت لخيالها العنان أكثر من ذلك فذكرت أن حمزة رحمه الله ابن وائل الدحدوح وهو صحفي ذكرت أنه عضو في الوحدة الميكانيكية في حركة حماس بل زادت أن مقاتلا من كتاب القسام كان يستقل نفس السيارة التي قصفها طيران الاحتلال ما أدى إلى استشهاد حمزة دحدوح وزميله مصطفى ثورية والمقاتل كما يفترضون بالعودة إلى الصورة المتداولة فهي تعود لتاريخ الرابع عشر من مايو من عام 2022 عندما توجه يحيى السنوار إلى مكتب قناة جزيرة في غزة لتقديم التعازي في وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقل والتي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية ذلك لا داعي للفبركة يا متصاهينين فقد زدتم على ما أوصاكم الصهاينة في قصيدة المتنبي الشهيرة بيت هجاء عجيب جاء فيه الشاعر الكبير بمعنى مبتكر حيث قال المتنبي بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم وشرح ابن الإفليلي أو شرح ابن الإفليلي البيت فقال الزعنفة هم السقاط من الناس وهذا الاسم مأخوذ من زعاني في الجلد وهي أطرفه وسواقطه مثل زعنفة يا سمكة أيضا فيقول المتنبي لسيف الدولة بأي لفظ تقول الشعر زعنفة أرذال يجوزون عندك ليسوا عربا فصحاء فتحمدهم ولا عجما لكنا فتعذرهم يترفعون عن العجم ولا يفوتونهم ويتشبهون بالعرب ولا يلحقونهم المتنبي كان مخطئا جدا في مقال فمن رآهم في زمانه في مجلس زيف الدولة يعدون الحقيقة فصحاء أفذاذا من كرام العرب والعجم مقارنة بسقاط منصات تواصل الاجتماعي المتصاهينين في عصرنا ففي منصة اكس بين كل زعنفة وآخر زعنوف أعجب من أخيه فماذا كان سينشد لو شاهد حساب موساد كومنتري مثلا والذي نشر مقطع فيديو يظهر قمصة سيدة من الفلسطينيات النازحات نحو المناطق الآمنة مع منشور سخيف يقول قناص من حماس يطلق النار على امرأة فلسطينية لمنعها من الانتقال من مكان إلى آخر أو إلى مكان آمن والتوقف عن استخدامها كغطاء للإرهابيين يقول المنشور التافه الذباب الصهيوني كعادته يكذب والمتصاهينون ينقلون عنه دون خجل المقطع يظهر في الحقيقة إطلاق النار على سيدة كانت تسير رفقة طفلها وهي تحمل علما أبيض السيدة تدعى هالة رشيد عبد العاطي وكانت تحاول الهروب من حي الرمال في قطع غزة من قصف إسرائيل وبحسب ما ذكرت سارة باسم خريس ابنة الشهيدة لموقع ميدل إست آي فإن القوات الإسرائيلية حاصرت حيهم قبل يوم واحد من محاولاتهم الفرار ونشرت الدبابات والقناصة في المنطقة السكنية المكتظة بالمدنيين وقالت خريس إن جنود الإسرائيليين أمروهم بعد ذلك بمغادرة المنطقة على الفور وعندما فعلوا ذلك أصاب والدتها بالرصاص مجرمون لا يستحون ويكذبون لا أعرف ماذا أعلق إلى خبرين في خبر على منصة يوتيوب زعمت قنوات تدعي أنها فاقت جهينة في معرفة الخبر اليقين زعمت تلك القنوات أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصيب بجروح بالغة في غزة على يد المقاومة الفلسطينية وأنه تم إخفاء الأمر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونشرت تلك القنوات فيديو طوله نحو 9 دقائق مليء بالمعلومات والتفاصيل والحقائق والدقائق ذلك ما فسرت به الحسابات والصفحات العربية غياب لويد أوستن الأسبوع الماضي أما حسابات الهبد الأجنبية فقالت أن وزير الدفاع الأمريكي لقي مصرعه في غارة روسية على العاصمة الأوكرانية كييف الخبراني زائفان فأوستن لم يصب لا في غزة ولم يقتل في كييف بالنسبة لخبر مصرع الوزير الأمريكي في كييف فأصله قصة نشرها موقع اسمه ريل رونيوز وهو موقع ساخر ينشر أخبارا ملفقة وغير صحيحة رئيس تحرير الموقع يحمل اسما مستعارا هو مايكل باكستر وقد فندنا قبل عام في بوليغراف أخبارا مماثلة من نفس هذا الموقع ولإخلاء المسئولية يقول الموقع إنه فكاهي وإنه يحاكي الأخبار الحقيقية بشكل ساخر ويوضح هذا التعريف في About Us أما بالنسبة لحكاية إصابة أوستن في قطاع غزة فلا أصل لها بل هي قصة جدعنة من بعض القنوات العربية على يوتيوب الطريف أنه بعد انتشار الأخبار الزائفة بساعات خرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنفسه ليعلق على الضربات الأمريكية لبريطانية الأخيرة على اليمن وأكدا أن الهدف من تلك الضربات هو تعطيل وأضعاف قدرة الحوثيين على تهديد حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر فيما رد الحوثيون أنهم لا يهديدون سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية كما استهزأوا أيضا بتلك التهديدات إذا قال أهل بلاد الشام عن شيء أنه مجعلك فهم يعنون أنه مخربط أما في المغرب فيقولون مخربقة وقصتنا التالية ملخبطة مخربطة مجعلكة مخربقة وهي عبارة عن منشور رائج مائج على منصات التواصل الاجتماعي يقول كيف ستحمل الولايات المتحدة سفن إسرائيل وهي عاجزة عن حماية سفنها مع وجه ضاحك في العام الماضي في أبريل نيسان يقول المنشور اختطفت الولايات المتحدة نقلة النفط الإيراني المسمى سويز راجان ثم تم تغيير اسم سفينة إلى القديس نيكولاس حسنا استعادت إيران سفينة للتو عندما كانت تبحر في بحر عمان وفي النهاية ينتهي المنشور بضحكة مع تعليق الفوضى في البحار بالبحث عن حقيقة الخبر تبين أنه غير صحيح وأسهل طريقة لشرح ما جرى فعلا هو قراءة ما نشرته قناة الحرة الأمريكية على موقعها في تحقيق تحت عنوان البحرية الإيرانية تعلن الاستلاء على نقلة نفط قبالة عمان جاء في التحقيق أن طهران أعلنت في العاشر من شهر يناير الجاري أن قواتها البحرية احتجزت نقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان ردا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف النقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي للتدقيق هذه النقلات يمكن أن تنقل شحنة أمريكية أو إيرانية أو لأي دولة كانت بغض النظر عن علم الدولة التي ترفعه عليها واشنطن كانت قد أكدت في سبتمبر 2023 أنها قامت في أبريل من العام ذاته بمصادرة بالفعل شحنة نفط إيرانية كانت على متن نقلة تحمل اسم سويس رجان تديرها شركة يونانية وكان هذا الإعلان أول تأكيد رسمي للواقعة التي أعقبها قيام طهران بمصادرة نقلتين في مياه الخليج في أبريل ومايو عملية بعملية لكن ليس بالتأكيد وفق صياغة الخبر المفبرك مدح الشاعل اليمني ابن المقري أحد حكام اليمن بقصيدة عصماء قال فيها أمورا غريبة جدا وكأنه استلهم أفكاره من روايات الخيال العلمي ومطلع القصيدة هو همم أتت بخوارق العادات وبكل معجزة من الفتكات ما هذه لعلاك أول آية ظهرت عجائبها من الآيات نحن في الحقيقة لا نعرف ماذا تعاطى الشاعر قبل أن يشد عيبياتها وبالتأكيد لم يكن مخزنا حيث لم يعرف الليمنيونة القات حينها إلا أن الصنف كان عاليا جدا بغض النظر عن نوعيته حيث قال ابن المقري في القصيدة أيضا الآن تقطأ كل غر رأسه متواضعا وصح ذو السكرات علموا بأنك توضع الزن شامخ في الأفق لا يهيه قرع صفاتي والغريب هو أن القصيدة كانت في الملك الناصر الرسولي وهو من أتفة وأسوأ الصلاطين على الإطلاق كما يقول زميلنا الموريطاني عبدالله والسيدية وهو يتحدث من واكشوت عن صنعاء ما ذكرني بالشاعر الكبير وخرجاته العجيبة هو ترويج حسابات عربية ويمنية لتغريدة تقول عاجل إسقاط مقاتلة أمريكية من طراص F-22 فوق صنعاء فخر صناعة الأمريكية تسقطه فوق صنعاء البعض أضف إنجازا آخر بزيادة سطر واحد يقول وإغراق سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر جراء استهدافها بصاروخ يمني بالبحث عن حقيقة الخبر المتداول تبين أنه زائف حيث لم تعلن أي جهة رسمية يمنية عن إسقاط طائرة أمريكية ولم يذكر ذلك العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في البيان الذي ألقاه بعد استهداف مقاتلات أمريكية وبريطانية لمقارة تابعة للحوثيين كما لم تعلن واشنطن عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة لها في اليمن عموما الأحداث متسارعة والجميع يهدد الجميع ونحن نتابع لم يكن رفاع طهطاوي شاعرا مجيدا غير أنه كان ينظم أبياتا في مناسبات مختلفة ولديه قصيدة لطيفة عن سفن البخارية مطلعها العقل في الوابور حار نبغي الجواب فلا يحير فإذا أردت الاختبار علما به فاسأل خبير وتبلغ القصيدة ذروتها بتعريضة مزدوجة للخديو إسماعيل يقول فيها طهطاوي بقنال مصر له منار يسمو بأنفاس الأمير نواب سيتي إسماعيل طار في الكون بالجود المطير لكن من الإنصاف الحقيقة وجب ذكر أن حفر قناة سويس وافتتاحها من ملاحة دولية ترك أثرا عميقا في الوجدان الشعب والثقافي والأدب المصري فأكثر من ذكرها الشعراء وخلد تاريخها الروائيون حيث إنها شقت حرفيا بعرق ودموع ودم الشعب المصري وكانت أعجوبة من أعجيب ذلك الوقت وهي إلى غاية وقتنا الحاضر إحدى أعجيب الجغرافيا وغيرت مجرى تاريخ البلاد بل مجرى العالم ولأجل السيطرة عليها شنت الحروب على المحروسة وهذا ما يجعل المرأة متفاهما لردة فعل روادي منصات تواصل الاجتماعي المصريين على منشور طائش يقول بيان عاجل من قيادة الحوثيين باليمن يقول حسب البيان طبعا اعتبارا من اليوم سيقوم بإغلاق الطريق إلى قناة السويس أمام السفن التجارية الأمريكية والبريطانية أيضا لحسن الحاضر الخبر زائف إذ لم يعلن نطق باسم حركة الحوثيين عميد يحي سريع عن إغلاق الطريق إلى قناة السويس أمام السفن الأمريكية والبريطانية واقتصر حديثه في آخر كلمة له عن استكمال مساندة قطع غزة باستهداف السفن الإسرائيلية واعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة متواعدا بالرد على عدوان واشنطن ولندن على بلاده ذاكرا بحر العرب وبحر البحر الأحمر دون أن يؤكد على إغلاق قناة سويس كما أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس أعلن عن استمرار تقديم الخدمات الملاحية بشكل منتظم ونفى تأثر القناة بالتصعيد الحاصل في البحر الأحمر وإن كانت مثل هذه التصريحات قد لا تغطي عين الحقيقة وهي أن القناة بالتأكيد تأثرت حيث تغيرت وجهة عديد الرحلات باتجاه رأس الرجاء الصالح هجى بن الرمي من الناس الكثير غير أنه أقضع في وصف نساء قبيحات المظهر والمخبر وعندما كنت أقرأ قصائده كانت نفسي الحقيقة شمأز وأظن أنه يبالغ إلى أن رأيت هذه الحزبون ففهمت قوله دحداحة الخلقة حدباؤها قامتها قامت فقاعة لو أنها ملكي ولي ضيعة جعلتها للطير فزاعة وما عرفت كيف أتفاعل مع التعليق المرفقي بالصورة والذي يقول القناة الثالثة عشر العبرية تعلن عن مصرع زوجة الوزير المتطرف إتمار بن كفير بالخليل ويقول المنشور يا بن كفير المقاومة قدمت لك خدمة عمرك وخلصت لك على الغفير شخصيا ده من فرحته ممكن يروح يتطوع في المقاومة تنمر صحيح ولكن يلا خيرها في غيرها أنا عن نفسي كان يضل حمدي لا أتمنى أن تموت هذه المرأة دي تفضل كده زي عملوا ليسود في الدنيا ويبقى ده أكبر عقاب للأخ بن كفير راح فين هو هرب عموما يا جماعة الخبر ليس صحيحا زوجة بن كفير لم تموت بعد لم تعلن أي وجهة رسمية إسرائيلية عن مقتل ذلك الكائن المسمى زوجة بن كفير في عملية المقاومة في مستوطنة دورة في الخليل ولا حتى تزحلقت منها على السلم ولا تكسرت ولا علقوا لها رجليها في الجبس الخبر تم تدوله عقب أطلاق قوات الاحتلال للنار على طفلين وشاب فلسطيني ما أدى لاستشهادهم بزعم تسلولهم واشتباكهم مع جيش الاحتلال الطريف أن الوزير المتطرف بن كفير وزوجته لا يقيمان في مستوطنة أدورة قرب الخليل بيقيمان في مستوطنة كريات أربع وهي لم تشهد أي أعمال عسكرية أو اشتباكات مسلحة وهذه معلومة للأصدقاء في الضفة كريات أربع وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة اليوم نتمنى لكم جميعا دوما الصحة والعافية ولأهلنا في فلسطين النصر التام